افتتح ريتي سوناك وليز تراس المرشحة لخلافة رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون الحدثة الانتخابية الأول من سلسلة من 12 حدثة انتخابية في كل أنحاء البلاد وذلك لإقناع أعضاء الحزب المحافظ بأدائهما وسيصوت عضاء الحزب الذي يملك الغالبيات في مجلس العموم عبر البريد في أغسطس القادم لاختيار خليفة جونسون هذا وقد أعلن وزير الدفاع البريطاني تأييده لتراس في السباق على رئاسة الوزراء في دفعة جديدة للوزير التي يتوقع أن تهزم منافسة هاريتي سوناك وفقا لاستطلاعة للرأي